اشتركوا في القناة من المصر اليوم صفحة 3 قضاء التحقيق تتسلمون تسجيلات 24 كاميرا ترصد احداث مجلس الوزراء المصر اليوم الصفحة الاولى حكمت المحكمة الزام المجلس العسكري بوقف عمليات كشف العذرية من الشروك صفحة 5 اول فبراير محاكمت قاطو بسبب تصريحاته عن حرق الثوار الاهرام الصفحة الاولى تأمين المظاهرات وعدم واجهة الاعتصامات بالقوة ده كانت تصريحات لوزير الداخلية يا رب ان شاء الله من الاهرام صفحة 1 اليوم مبارك ونجلاه والعدلي امام الجنايات المصر اليوم الصفحة الاولى الحكومة لن نسحب ارضا من المستثمر والدولة ستأخذ حقها طيب اخياني كان عطول على اول خبر اللي هو يعني يعني عايزين من توضيح اكتر هو يعني وفقا العسكري والاخواني اتفاهم اه يعني وفقا المنشور في جارة الشروك عن لسان مصدر داخل جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة وحزب الحرية والعدالة الدراسة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين اجتمعوا خلال الفترة اللي فاتت وعلى مدار اسبوعين كانوا بيتناقشوا فيه مجموع من مشروعات الدستير المصرية من اول ما بقى فيه حاجة اسمها برلمان مصري وفي نفس الوقت يعني حصل برضو نوع من اللقاءات مع اعضاء من المجلس العسكري لحدوث شيء من التفاهمات على الدستور الجديد في نفس الوقت كان المجلس العسكري بيطالب مجموعة من الفقهاء الدستوريين ان هما يضعوا مشروع قانون دائم للبلاد ليحل محل دستور سنة 71 مع الحفاظ على اربع مواد الاولى من الدستور التكلم على طبعا هوية الدولة والمادة التانية وهذا الامر النقطة التانية الحقيقة ان الدكتور محمود غزلان القيادي في الجماعة كان يتحدث عن فكرة عدم ملاحقة او مساءلة اعضاء المجلس العسكري بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية ده يعني اندرج في هذه المحاورات او مشاورات الادارة ما بينهم بالاضافة الى المادة التاسعة والمادة العشرة من وثيقة الدكتور علي السلمي اللي طبعا كان اثير حواليها جدل كبير جدا وهنا يعني التصريحات المصدر بيقول ان احنا لدينا تفاهمات او ان احنا ما عندناش حساسية يعني من المادة التاسعة والمادة العشرة اللي كانت اثارت الجميع الحقيقة في الفترة اللي فاتت وتتعلق يعني بوضع خاص للمجلس العسكري داخل الدولة وداخل الدستور يتكلم برضو على فكرة يتعلق بيعني ايه اهم البنود هذه لو تفتكر احنا كنا بنتكلم على فكرة ان ميزانية الجيش لا تناقش في مجلس الشعب هم اروحنا ما عندناش مشاكل في ده وانه بالعكس يعني يفضل انها فعلا ما تتناقش ولكن الامور المالية والاقتصادية هي التي يجب ان تناقش اما الجانب بتاع التسليح بتاع القوات المسلحة فده لا يجب ان يناقش حفاظا على سرية هذه الامور ولكن اللي احنا ممكن نتناقش فيه لازم يكون خاضع للرقابة هو الجوانب المالية والاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة حتى لا نفتح الباب للفساد وفقا لتصريحاته لجريدة الشروق في كل الاحوال انا كنت اتمنى الحقيقة ان اذا كان هناك تفاهم زي ما الشروق يعني يواخدين العنوان بتاعهم تفاهم بين العسكري والاخوان من اجل ظهور آمن للدستور فكنت اتمنى انه يبقى تفاهم بين العسكري والاخوان والليبراليين والعلمانيين ويعني كل القوى والاطياق السياسية ولهذا احنا نقول انه عنوان يعني مثير للجدل ومثير للتساعد يعني احنا بس يعني نتمنى ان المسألة انه لا يستأثر طرف في المعادلة السياسية في مصر بتقرير شيء يتعلق بمصلحة مصر السؤال هو هل ده يعني يعني تأثير اعلامي يعني احنا بلتكلم على ان مرحلة بتالتة الانتخابات لم تنتهي بعد واحنا بنتعامل خلاص على اساس ان احنا الانتخابات فيه شقين او لازم يعني طرفين في المجتمع او طرفين لهم شرعية اطراف كتير حلو اطراف لهم شرعية لكن اطراف لهم شرعية يعني نتقولها طرف كتير لكن الحقيقة واضح جدا من العنوان احنا الوقت بنقول لما نقرأ ان التفاهم بين العسكري والاخوان والاخوان والامن الدستور х willing الحمد لله يعني في تصورات مثل تصورات موجودة في الفترة الماضية احنا بنتكلم على شرعيات مختلفة احنا بنتكلم على شرعية ثورية محك المحكوف تحترام عن فكرة كل الاتراف اه طبعا احنا بنتكلم على مصلحة دولة في النهاية خالص احنا بنتكلم على شرعية ثورية وبنتكلم على شرعية انتخابات وبنتكلم على شرعية قوة. وشرعية شارع. هي شرعية ثورية مستمدة منها. هي مستمدة من الشارع. ولكن شرعية القوة هنا بيمثلها المجلس العسكري. وشرعية الانتخابات بيمثلها الاخوة من نظرهم. ان احنا واخدين الاغلبية في خلال المرحلة الاولى والمرحلة التانية وعملهم تصورات للمرحلة التالتة. الفكرة كلها هنا. ما هو شكل نظام الدولة? احنا كلنا عمالين نتكلم في امور كثيرة وفي رعية ولكن مش بنتكلم على الدولة دي شكلها بعمل زيانها هل هتبقى نظام رئاسي اما هتبقى نظام برلماني وده كان من ضمن الامور برضو اللي تتتركوا لها الحقيقة في اللقاشات انها تكون نظام رئاسي برلماني جماعة الاخوان المسلمين في الحالة دي يبقى حال دس يعني شيء من التغير في الخطاب بتاعها وما كانوا دائما مركزين على النظام البرلماني ليه النظام البرلماني عشان قال ليه عندي اغلبية في البرلمان هيبقى ليه الاغلبية في تشكيل الحكومة ووضع افضل في الدولة ولكن يبدو ان هناك تفاهمات وتوازنات بشكل او باخر مرشحين الرئاسة وشوفنا تصريحات كثيرة جدا ليهم وكم من ابنهم السيد عمر موسى المرشحة المحتملة للرئاسة الان هو لن يقبل بالنظام البرلماني اللي بيكون فيه الرئيس يعني رئيس شرفي هو عايز يكون ليه صلاحيات كاملة وبالتالي يبدو ان هناك احد ما طرف ما يضغط فيه ان يكون هناك توازن في الحالة السياسية في مصر ان يكون هناك نظام رئاسي ونظام برلماني لا احنا عايزين نقول انها مش عايزين نقول طرف تالت ولكن يعني فيه جهة ما داخل الدولة تتسعى الى ذلك مناسبة الطرف التالت على فيسبوك وعلى كل المواقع الالكترونية يعني حصاد العام حصاد 2011 والطرف التالت وفيه مجموعة احداث كده بدءا من كنيسة القدسين الى ما انتهينا من احداث مجلس المزارة مؤخرا شخصية العام هو شخصية العام طرف في التالت الحقيقة وبيلعب دول مهم جدا ياريت تشوفوا الفيديو ده نطيف قوي فبالتالي احنا خلاص احنا امام هذه الحالة من التوازن المجلس العسكري بيتكلم في صلاحيات معينة للمؤسسة العسكرية والاخوان يتحدثون عن صلاحيات معينة للجماعة في اطار البرلماني ولكن ما زلتصفر عنه الايام المقبلة وهل سوف يكون هذا هو نظام الدولة ثم ننتقل بعد كده الى دستور جديد او الى تغييرات اخرى في الدستور يعني ده لسه مش واضح ختشوف من مصر يوم برضو عبد المعز العسكري لم يحدد موقفه من انتخابات ضغط انتخابات الشورى والسؤال هو هو يعني فعلا هو ده اللي حيفرق في تقصير المرحلة والمدة يعني فجأة بقى موضوع وبقى حوار وبقى حديد يعني ماشي بس مش ده الموضوع قوي هو برضو خلينا نعترف ان المجلس العسكري حابب يعني يوضح للناس بشكل او باخر انه هو غير متمسك بالسلطة وانه هو ملتزن بجدول زمني معينة تسليم السلطة وبالتالي هو بيقترح فكرة ان انا طب يا جماعة انا هختصر المرحلة التالتة في اسبوعين وبرضو انتخابات مجل الشورى هختصرها شوية فبقى كده في فترة قال عنها بعد كده الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الستشاري انها تكون فترة كويسة انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها يعني احنا متمسكين او هم يعني متمسكين بين انتخابات الرئاسة تجري في موعدها ونختصر من انتخابات مجلس الشورى عشان يبقى فيه مدة اطول والمرحلة التالتة علشان يبقى فيه وقت اطول لمناقشة الدستور هبقى فعليه استفتاء احنا سوف نتكلم برضو في تصبيطاتها اكيد عشان كده اللجنة العامة للانتخابات مشتشار عبد المعزة إبراهيم قدم مقترح للمجلس العسكري ان احنا المرحلة التالتة في الانتخابات دي بدل ما هتبقى يعني انتعار بيبقى فيه يومين واعادة يومين وبعدين يعني الموضوع بياخد بياخد وقت كبير جدا فوقلا احنا هنعمل الانتخابات على يومين والاعادة هتبقى على يوم واحد والفرز يكون في اللجان الفرعية ده هيقلل المدة شوية حوالي اسبوعين ولكن وفقا لتصريحات المتشار عبد المعزة إبراهيم انه لم يتلقى حتى الان اي اشارة من المجلس العسكري يحدد فيها موقفه من مسألة ضغط الانتخابات او انتخابات مجلس الشورى سيد محمد ناس كتير جدا واعلاميين حقيقة وسياسيين ايضا طلعوا نادوا ما هي اهمية مجلس الشورى ده دي بيت ده دي بيت موجود ده دي بيت موجود فعليا على الارض ما هي اهمية مجلس الشورى الفكرة كلها الشريف اللي احنا محتاجينه في الوقت الحالي هو فكرة التوافق تمام اذا كنا احنا بدأنا اول خبر بتفاهم تفاهم بين العسكري والاخوان على شيء ما لكن احنا محتاجين الى توافق تمام التفاهم ده بيبقى فيه شيء من الصفقة تمام ولكن التوافق هو فيه شيء من التوافق التوافق ان احنا فيه فيه ارتياح عام على نور كده متفقين على شيء يعني انا عجبني جدا تصريحات مثلا رئيس التونسي منصف المرزوقي اللي قالها في وسائل اعلام مختلفة قال جملة بديعة جدا قال ايه قال لدينا تفاهم على شكل الدولة التي نريد لو لدينا توافق ايسف لدينا توافق على شكل الدولة التي نريد خلاص يعني اذا المجتمع التونسي او القوى السياسية التونسية حسمت موقفها في شكل الدولة هناك التوافق تمام وامايل كمان والدستور سوف ينص على ضمان الحريات الاساسية واستقلال القضاء بس هو ده اللي احنا محتاجينه احنا محتاجين التوافق بين القوى السياسية والاطراف السياسية اللي موجودة على الارض وفكرة دستور يضمن الحريات الاساسية ويضمن استقلال القضاء اعتقد هو ده اللي احنا محتاجينه اذا تم هذا التوافق اعتقد ان احنا هنخرج من المرحلة دي باقل الخسارة الممكنة وحنتجه الى مصر جديدة حقيقية يلفت نظري جدا انه يبقى فيه تلات اخبار وراء بعض مجلس الوزراء تاني واحد مجلس العسكري عبر الكشف العدرية تلات واحد تصريحات ومحاكمة تكاتب بسبب حلق الثوار خلينا سريعا نقول القصة عاملة ازاي هو طبعا المجلس العسكري هو الجهة التي تتولى ادارة شؤون البلاد في هذا الوقت والتي تتحمل العب الكبير في بعض الامور التشريعية والامور التنفيذية واللي احنا متفقين انها يا جماعة مش قصتهم او هي مش مسؤوليتهم ولكن هما تتولوا هذا الامر وبالتالي هما بيحاولوا ان هما يقوموا به ان نبدأ بمسألة قضاة التحقيق يتسلمون تسجيلات 24 كاميرا ترسل احداث مجلس الوزراء ان قضاة التحقيق اللي تم تدامهم للتحقيق في احداث مجلس الوزراء حيستعينوا بتسجيلات 24 كاميرا اللي كانوا موجودة في محيط مجلس واللي قيل بعد كده ان الثوار الثوار يعني مفروض ان هما كسروها لا وهنا فيه اربع ونحن المخقفين نزلوا وحردهم وقالوهم هي دي الكاميرات اللي بتصورك لا لا يعني فيه اربع كاميرات اتكسرت انا معرفش كلام دي تقال ولكن خليني اقول ايه ان هما هيستعينوا بالكاميرات اللي موجودة علشان دخلين هما في التحقيقات حيرصدوا اللي حصل علشان تبين بقى والله مين عمل ايه والاطراف اللي كانت موجودة في حاجة كبيرة على اليوتيوب هو المفهوم بتصور بكاميرات مجلس الوزراء اللي مش عارف مين بيعمل سدارة بنجو يعني ايا كان الموضوع احنا امام يا شريف احنا امام وقعة محددة هذه الوقعة احنا كلمنا فيها المرة اللي فاتت وحللناها بما فيه الكفاية وقلنا ان فيه اطراف وفيه وجهتين نظر تمام يبقى لازم يكون فيه تحقيق محايد وشفف تمام علشان نقدر نوصل من هو المسؤول عن هذه الاحداث ولكن الاهم كمان من ده كله هو ألا تتكرر هذه الاحداث نتمنى ان التسجيلات دي تجيب النتائج كويسة ونصيحة الى المجلس العسكري عندما نتحدث في مؤتمرات صحفية وعندما نتحدث عن تحقيقات احنا شفنا المستشار عدل عبد الحميد ووزير العدل لما طلع يتكلم منه والله فيه تحيات كذا وتحيات كذا وتحيات كذا بيكلم عنها من حوالي اسبوع اعتقد ان كلام ده اتأخر كثيرا حتى لو كانت هذه التحقيقات التي لا نعلم مجراها او سرها الكشف عن تفاصيلها قد يؤثر على سر القضية فاهمونا ده يعني فاهمونا ده علشان الناس تهدى شوية وتصق ان هناك اجراءات ما تحدث على ارض الواقع طيب يعني مثلا في حياة كتيرة جدا بتخيي الناس تستغرب طيب ازاي في حياة كتيرة باخدت وقت طويل في سواء قتل الثوار او 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 وموضوع زعمات كشف العذرية خد مفيش يعني هنا طبعا الجهة اللي كانت بتتكلم هي محكمة القضية وكانت بتلزم المجلس العسكري بعتبر الجهة التي تتولى شؤون البلاد وادارة شؤون البلاد بانها تتوقف عن اجراء مثل هذه الكشفات وشفنا بطلة هذا الامر كانت يعني سميرة ابراهيم هذه الفتاة الصعادية اللي اصرت انها تصل وانت تصل بالقضاء وبالقانون ولم تخشى الحقيقة اي احد ودي طبعا احنا لازم نحييها طبعا ودي تاني مرة بنشكر فيها الفتاة المصرية بنشكر فيها السيدة المصرية انه طيب احنا الزمنا المجلس العسكري بالتوقف عن مثل هذه العمليات وعايزين نرجع بس ان هذا كان حدث عندما تم فضل اعتصام في ميدان التحرير وقام بعض اطباء القوات المسلحة باجراء هذه الكشفات على الفتاة التي تم القبض عليهم في الميدان ولكن الوحيدة اللي يعني تقرحت القضية وخدت الخطوة كانت هي سميرة ابراهيم المجلس العسكري على لسان رئيس القضاء العسكري قال والله يعني الحكم ده يعني مش هيتنفذ لانه مفيش حاجة من دي اصلا بتتنفذ فاحنا مش هننفذ الحكم لانه مفيش حاجة من دي يعني بتحصل ففي النهاية خالص اللي انا عارف الكويس اوي واللي انا وثق فيه تماما ان المجلس العسكري لن يقبل ابدا ان اي ممارسات قام بها اي احد يعني يحسب على هذه المؤسسة وهذه الممارسات كانت ممارسات غير مسؤولة وبالتالي ستضر بشكل هذه المؤسسة وبصورتها داخل مصر وخارج مصر الحقيقة دلالي احنا شايفينه برضو فبالتالي الافضل هو الكشف عن ما يجري من تحقيقات في هذه الامور اتقال ان فيه تحقيقات او فيه محاكمات بتجري مع ثلاث جنود فيه احداث مسبيرو بتهمة القتل للخطأ شوفنا كمان نتمنى نحن نسمع ده برضو بالنسبة للوقع دي والوقع الاخرى الحقيقية يعني والوقع السحل والضرب والحاجات اللي احنا بنشوفها فيه ازمة موجودة في وقت الحالي هي صورة المجلس العسكري والخلط اللي حاصل ما بين الجيش وبين المجلس العسكري وممارسات افراد ولا هي ممارسات ممنهجة دي كلها الحاجات اللي احنا بنتناقش فيها تل هي توجيهات ولا ضغط عصبي ده اللي احنا بتكلم فيه موقف ولا استفزاز متبادل ولا 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 وهيوصلنا بقى للخبر اللي جاي تصريحات حرق الثوار هي تصريحات صدرت على اللواء عبدالبان عمكاتو خلينا بس هنا نقول حاجة ودي برضو الاعلام مسؤول عنها الحقيقة بشكل كبير جدا اللواء عبدالبان عمكاتو هو رجل خبير استراتيجي ايه علاقتو بمؤسسة العسكرية في الوقت الحالي؟ انا معرفش ولكن شفنا تصريحات الملحق العسكري في واشنطن الملحق المصري العسكري في واشنطن اللي قال فيها ان دي اراءه الشخصية وانه لا يمثل المؤسسة العسكرية انبارح بالصدفة انا كنت في احد برامج في التلفزيون المصري وايضا تمت استضافة احد اللواءات او الخبراء الاستراتيجيين واحد يكلم فيه معلومات تتعلق بمؤامرات تجري على ارض مصر والاداء كان اداء فعالي جدا اداء لا يستند الى موضوعية لا يستند الى وقائع لا يستند الى معلومات كما هو الحال في معظم الاحلام؟ فده ما ينفعش انا لما بععد في اي مكان في محاضرة في التلفزيون او في وسيل الاعلامية او بادي تصريحات اعلامية في نقطة مهمين جدا انا كمصدر اولا لازم اتكلم بشكل موضوعي وبشكل علمي وبشكل دقيق وإلا ما كانش يتم الاستعانة بيا لو انا شخص انفعالي لمجرد الانفعال فالانفعال لا يصنع اي تقدم النقطة التانية على الاعلام اختيار المصادر ان انا عايز المصدر اللي يوصلني لحل احنا زهنا من الكلام المرة اللي فاتت انا كنت هنا قلت احنا في عصر المكلمة الناس بتتكلم كتير جدا ولكن لا احد يمنحنا حلول لهذه الامور واحنا بقى يعني في بعض الصحفيين للأسف بيحب اوي بقى الكلمات اللي هي الرنانة جدا ممكن واحد يقعد يتكلم في كلام مهم جدا كتير كتير انا لقى دافع طبعا عن عبدالله عينكاتو او غيره احنا لدينا مجموعة كبيرة جدا من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين وخبراء الامن الناس المشهودين جدا بكفاءة نتمنى ان احنا بس نحسن اختيار المصادر بتاعتنا في وسائل الاعلام احنا مشكلة احنا مش عايزين نتعمل نفسها ونكتشف يعني ما في ناس جديدة موجودة وناس بتقدم حاجات مهمة جدا اما فيما يتعلق اما فيما يتعلق بتصريحات اللي هو عبدالله مكاتو فهو سوف يحال الى المحاكمة في اول فبراير وكل واحد حياخد جزاؤه على ما قدل به من تصريحات بتاعتنا هالوحناhart لازم لازم ناسي تدرك ان احن مش غرفاته في عصر يعني في فترة الكلمة كل كلمة محسوبة وكل كلمة لها تمن فاللي عنده حاجه испوا بكدة يقولها واللي ما عندوش نقصه بس كده يعني ابأعني احنا احنا ممكن هنتكلم في الموضوع ده بعد كده إن شاء الله يعني على فكرة اعلام الازمات بقى هل احنا في مصر عندنا اعلام احنا اصلاً في مصر ما عندنا شدارة اذا's الاعلام بتاعنا هل هو اعلام ازمات اعلام يستطيع ان هو يحل الازمات ولا هو اعلام بيصنع الازمات طيب وحنا بنتكلم في اعلام يعني احنا مش بعداش اي مانع نقوله كده خالص طيب خلينا نروح ولازم في خبر اخير جدا وسريع جدا ولازم طبعا مش حيفا ما نعديش عليه طبعا محاكمة مبارك والعدل النهاردة هتكون محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وزير الداخل الازبق حبيب العدل وستة من كبار معاونين في قضايا قتل المتظاهرين وحنشوف في كلام عن مفاجآت هيفجرها المدعين بالحق المدني يبدو ان هم استفادوا في الفترة اللي فات دي ان هم عادوا نفسهم بشكل جيد انه سوف يكون هناك تنصيق حقيقي بين المدعين بالحق المدني مش هنشوف بقى الفوضى اللي كانت بتحصل في الفترة الماضية هيكون في ممثلين حقيقيين عن اصل المصابين والشهداء وتوحيد في الجهود من ناحية تانية فريق الدفاع عن المتهمين بيقول ان هو عنده مفاجآت وعنده من الادلة ما يثبت براءة المتهمين هنشوف كل ده في وقاع مش هد خبير قانوني يعني هو العملية هتاخد لها كاملة ان شاء الله في كلام انها هتستمر يهم مكانت بيأملوا انها تخلص قبل 25 يناير ولكن احنا شايفين الدفاع المتهمين كان طالب شهادة 6000 شهادة طبعا ده يعني رقم كبير جدا عشان نرقض نسمعه يعني ولكن في بعض الخبارات القانونيين بيتكلموا ان احنا قد نصل الى حكم في قبل نهاية مارس 2012 يعني مارس من يناير يعني اعتقد مش كتير برضو لسه مستمرة واحنا حتى النهاردة حبيب العادل هيجي هو لابس البدلة الزرقى لانه طبعا على زمة قضية اخرى وهي قضية غسيل الاموال اللي هو ودين فيها عايز اتوقف برضو سريعا بس امام تصريحات وزير الداخلية اللي قال فيها ان هما بعد كده هحرسوا على تأمين المظاهرات ان شاء الله انا بشكره الحقيقة ونتمنى ان احنا نشوف فعلا تأمين المظاهرات مش دهس المظاهرات يا رب خيرا ان شاء الله سيد محمد طهرات الهواري مشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني كلامنا ما بيخلصش كالعادة يعني بس يبقى مهم ببقاش كلام يبقى يعني يورب يكون فعلا يعني طيب حنروح على طول على تقرير من الجمعية المصرية لطب الاطفال حديثي الولادة واللي اقوم مؤتمر صحفي حول فيروس الروتا وهو فيروس يصيب الاطفال بالوفاء وذلك في اتجاهات للقضاء على هذا الفيروس حنروح نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل اشتركوا في القناة